لنأخذ مباشرة من الرومانس أنجل نصائح من الرومانس أنجل ونصائح أخرى تقول لك هذه البطاقة أنت تستحق الحب أنت محبوب وهذه البطاقة تقول لك كامستري أنت وهذا الشخص بينكما انجذاب عالي جدا تقول لك هذه البطاقة لا تحزن فالقادم أفضل لنأخذ بطاقة أخرى وأخيرة طاقتك لهذه أو طاقتك العامة أنت في طاقة حزن وحنين لهذا الشخص ربما كنتما في زواج ربما كنتما في علاقة طويلة وأنت تحن لهذا الشخص كثيرا والآن أصبحت تعرف قيمته ربما شعرت بعدما فقدته بأنك أصبحت تشعر بقيمته أكثر من هذا وهذا الحبيب أيضا يشعر بك هو يحن إليك جدا وأنتما الإثنين تحبان بعضكما لدرجة عالية وهذا ما ظهر لي في هذه البطاقة أنت إنسان محبوب وأنت بينكما انجذاب عالي جدا أنت تشعر به بأنه كالعملة الثمينة التي بين يديك يشعر بقيمته جدا وهو يشعر بالحنين الشديد والحب القوي باتجاهك وهو يشعر بالحزن على فراقك كما أنت تشعر بالحزن على فراقه هو يحن إليك ويتذكر أيام الماضية وأنت وهو تتذكران بعضكما أنت وهو وكأنكما طوأ من الروح في هذه البطاقة هو يريد أن يكون معك في بداية جديدة هو يريد أن يقدم لك هدية يقدم لك عارض يقدم لك بداية جديدة يريد أن يعبر لك عن حبه وأعجابه الكبير بك ويريدك هذا الشخص أنت وهو ربما مبتعدان عن بعضكما فشاكل هذا الشخص في هذه الفترة هو مبتعد عنك ولكنه يراقبك من بعيد هو يستعلم عن أخبارك وهذا الشخص نواياه جدا طيبة هو يريد الزواج بك ولا يريد التسليع هذا الفارس لا يتسلى يريد نهايات جميلة ولكنه ينتظر يتأنى لا يتسرع كلامه جميل وموزون وهو إنسان عاقل وحكيم ويفكر كثيرا وذكي جدا لا يتسرع بطريقة عشوائية هو يريد أن ينتظر ربما يريد أن يستعلم عن أخبارك عن أمورك كيف تسري معك الأمور لا يريد أن يتسرع هذا الشخص هو ينتظرك كما قلت وهذه بالمناسبة هذه الأبراج هي برج الحوت برج العذراء برج القوس برج الأسد برج الثور وبرج الحمل إذن كما قلت هذا الشخص ينتظر هو في حالة انتظار وترقب هو يريد أن يرى ماذا سيحصل معك ربما كان قد وضع كل أمواله في مشروع معين وهو ينتظر نتيجة هذا المشروع الذي وضع فيه أمواله كما وأنت أيضا هنا مهتم بالماديات ولكن هذا الشخص هو قد وضع احتمال قد وضع ثقله كله في العلاقة معك ولكنه ينتظر الآن ماذا سيحصل في هذه النتيجة بينكما ما الأمر الذي سيحصل ربما أنت أو هو قدمتما لبعضكما عرضا بالحب من جديد منذ فترة ليست هذه ليست علاقة طويلة منذ فترة وأحد واحد احتمال بأن هذا الشخص قد ابتعد عنك لشيء ما لأمر ما أو أنت قد ابتعدت عنه ربما كما قلت القلعة تكون عكسية أنتم الاثنين ربما أحد منكم قدم عرض بالحب قدم عرض بالإعجاب بالزواج وتعد قليلا ربما كان هذا الأمر هناك أمور قديمة في الأعماق قضايا قديمة مؤثرة على حياتكم العاطفية ربما كنتما في علاقة قديمة وأنتما لا تريدان أو هو أو أنت لا تريد أن تتسرع بهذا الأمر أو هو لا يريد أن يتسرع لأنه يرى بأن هذا الأمر احتمال بأنه يشعر بأنه ممكن أن يجرحه أكثر ممكن يخاف هذا الشخص هذا الشخص هو شخص خاف هو يريد أن يتأنى وينتظر ويستعلم يعني يستعلم عن أخبارك وينتظر ما هي النتيجة يريد أن يفكر تفكير كبير هذا الشخص هو إنسان جدا ناجح ومحبوب في وسطه ربما يكون فنان شخص مشهور شخص له مركز اجتماعي شخص له عمل خاص به وربما يكون كثير التجوال كثير السفر هذا الشخص هذا الشخص حنون جدا ومتواضع وطيب وذو أخلاق عالية وأنت أيضا تقول لك هذه البطاقة أنت إنسان أنت تستحق الحق أنت إنسان محبوب عبر عن نفسك أكثر ربما بينكما بينك وبين هذا الحبيب علاقة ليست منذ فترة طويلة علاقة جديدة وأنت لا تعبر عن مشاعرك لهذا الشخص أنت تحب هذا الشخص بشكل كبير ولكنك أنت لا تعبر عن حبك ومشاعرك لهذا الشخص تقول لك هذه البطاقة عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا لا تخف أنت في الطاقة العامة ظهرت لنا وكأنك خائف أنت تحن إليه ولكنك خائف ربما تعرضت لعلاقات عاطفية سابقة أثرت على حياتك ولا تقدر أن تنسى الماضي وهذه مؤثرة عليك حتى الآن من أجل هذا تشعر بهذا الحزن الكبير لكنك أنت إنسان تستحق الحب لا تحزن فالقادم أفضل هذه البطاقة تقول لك لا تحزن وهناك إنجذاب بينك وبين هذا الشخص فلماذا لا تعبر عن نفسك أكثر كن جريئا وعبر عن نفسك أنت في طاقة التوازن أنت تشعر في هذه الفترة بأنك متوازن بحياتك أنت ربما تعمل مع هذا الشخص عمل ربما كنتم في نفس مكان العمل مع بعضكما ربما ترى بأن هذا الشخص أو أنت الآن في شراكة عمل معه أو مع أي شخص آخر أنك أنت الآن في استقرار في توازن عقلي وروحي وعاطفي أنت تشعر بأنك الآن تعيش حياة مستقرة ولكنك احتمال بأنك تشعر بأن هذا الحبيب يوازيك بكل شيء يسويك بعقلك وفكرك وأموالك وتفكيرك وبكل شيء أنت تشعر بأنه ربما توأم لروحك تشعر بأنه ليس بالضرورة توأم لروحك تشعر بأنه هذا الشخص الذي تبحث عنه منذ زمن طويل هذا الشخص الذي يناسبك ويكمل فرحتك ويكمل عليك حياتك مشاعر أو طاقة الحبيب في هذه الفترة هو منهمك في عمله جدا ولا يحاول أن يبدي لك أي اهتمام في هذه الفترة ربما هو يكون مشغولا في أعماله كما قلت أو ربما يكون قد شعر بك بأنك متباعد عنه قليلا وهو يريد أيضا أن يتباعد ويريد أن يسأل عنك ويستقصي عن أخبارك من بعيد لبعيد دون أن تراه أبدا أو تشعر بأنه منتبه إليك أو مهتم بك هو مهتم جدا في عمله وهو إنسان ناجح ومبدع أيضا في عمله ربما هو فنان في أعماله يعمل أعمال فنية أو أعمال إبداعية أو أعمال خاصة به هذا الشخص إذن هذا الشخص في وقت نجاحات وأنت في وقت استقرار ربما استقرار في العاطفة بداخلك ربما تكون في استقرار في حياتك العملية ربما أنت وهذا الشخص في علاقة شراكة عمل أنت وهو في شراكة عمل وأنت معجب به لهذا الشخص ولا تظهر له في هذه الفترة أي اهتمام لكنك معجب جدا بهذا الشخص مشاعرك باتجاه الحبيب أنت تحاول أن تختار أنت في وضع حيرة بين خيارين بين أمرين بين شخصين بين أمرين كل واحد منهما في اتجاه ربما أنت مضطر أن تختار أحد الأشخاص مختلفين تماما هو هذا الشخص يعجبك كثيرا ولكن هناك شخص آخر لا يعجبك مثل ما يعجبك هذا الشخص ولكن من ناحية هذا الشخص يعجبك من ناحية أخرى الشخص الآخر احتمال بأن تكون ظروفه أفضل أصغر سناً ممكن أن يكون أي شيء ولكنك تحاول أن تريد الاختيار في هذه الفترة أنت تشعر بهذه الفترة بأنك متواصل مع هذا الشخص بشكل كبير ردة متواصل بالروح وبأنك تشعر بأنه قد احتمال بأنه قد أقفل عليك في هذه الفترة مواقع التواصل الاجتماعي قد أقفل عليك ولا يريد أن يتحدث معك أو يتواصل معك في هذه الفترة ربما حصل منك أمر ما إهمال عدم اهتمام عدم لا مبلاء وقد شعر بهذا الشيء وقد خرج من المواقع التواصل ولا يريد أن يتواصل معك في هذه الفترة وهو كما ظهر لنا في الطاقة العامة هو شخص أيضاً مهتم بأعماله هو مهتم بأعماله أيضاً وعنده عمل خاص به وهو شخص في طريق الشهرة والنجاح مشاعر الحبيب لك هو يراك بأنك أنت الشخص المناسب أنت المتمم لروحه ولفكره ولعقله وأنت معك يشعر بالاستقرار بالاستقرار العاطفي العائلي هو يشعر بأنك أنت السعادة أنت الرفاهية التي إذا كان معك بها سيكون مرتاح جداً مشاعرك باتجاه الحبيب والاستقرار المادي والاستقرار العائلي وهو يشعر معك بالاستقرار الذي يريده يراك الحبيب بأنك مسيطر على عواطفك ومشاعرك في هذه الفترة ولا تريد أن تظهر له أي مشاعر أو أي أحسيس وأنت إنسان عاطفي بطبعك وهو عاطفي بطبعه من أجل هذا احتمال بأنه قد يكون قد انزعج منك لأنك لم تبدي له العواطف هو يريد أن يقدم لك كما قلت يريد أن يقدم لك عرق أعجاب ولكنك أنت وهو متباعدين كلاكما يحن إلى الآخر ولا يريد أن يظهر عن مشاعركما لبعضكما وهذا الشخص يحن إليك جدا هو يراك شخص مسيطر قادر على السيطرة على عواطفك ومشاعرك هو يراك بأنك قد مرت عليك في الأساس يراك إنسان شخص روحاني جدا ومتواصل بالروح معه لدرجة كبيرة ويراك بأنك قد مرت بمشاكل كبيرة في حياتك وهذه المشاكل جعلتك تشعر بالخوف والارتباك من الشيء القادم لك في الطريق يشعر بأنك أنت تسيطر على أعصابك وعلى عواطفك من شدة خوفك من أن يحصل معك ما حصل معك في السابق من أشياء قد مرت معك في علاقات عاطفية فاشلة أو ما هنالك وأنت الآن تريد أن تسيطر وهو يراك بأنك تريد أن تسيطر على عواطفك ولا تظهر له أي مشاعر نوايا الحبيب في هذه الفترة هو يريد أن يخرج بهدوء من هذه العلاقة لأنه يشعر بأنه قد يشعر بأنه حزين ضائع يشعر بأنه قد فقد شيء بهذه العلاقة ربما قد فقد الحب الذي كان يتوقعه من هذه العلاقة ربما كان هذا الشخص مهتم بك كثيرا وهو الذي يسعى لك دائما ويسعى للحديث معك دائما ويركض ورائك دائما ويتكلم معك دائما وأنت كنت تهمله هذا الشخص تهمل هذا الشخص وتتعد عنه ولكن هذا الشخص في هذه الفترة احتمال بأنه وجد نفسه ضائع حزين قد تعرض لموقف